أكد وزير الرأي والموارد المائية السودانية ياسر عباس في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبية أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع على سد روسيرس وأضاف عباس أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات قال وزير الرئيس السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونا يخاطب مخاوف السودان بما في ذلك شروط مسلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية